هي أيام معدودات وليال مباركات نقضيها ثم نستقبل شهر الله تعالى الذي خصه الله تعالى بنزول القرآن وأمر المؤمنين بصيامه نستقبل شهر رمضان شهر شعبان ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصوم في شهر قط أكثر من صيامه في شهر شعبان فهو عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شهر شعبان وقد استحب أكثر أهل العلم أن يكثر الإنسان الصوم في هذا الشهر الكريم أن يصوم مثلا الاثنين والخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصومهما أو أن يصوم يوما ويفطر يوما أو أن يصوم أكثر هذا الشهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والحكمة من ذلك الاستعداد لهذا الشهر العظيم يعني شهر رمضان وتعويذ النفس أيضا على هذا ألا يفجأ الصوم الجسد وهو لم يتعود على ذلك إنما يكون قد صام مرارا خلال هذا الشهر فيسهل عليه بإذن الله تعالى أن يصوم شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك وقال صلوات ربي وسلامه عليه من صام يوما في سبيل الله يعني صام يوما لوجه الله قربة إلى الله جل وعلا من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة فالمقصود أيها الأفاضل أن الصوم في هذا الشهر الكريم له فضله وله قربته إلى الله جل وعلا وكما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصيام في نصوص كثيرة قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزيبه ذكر بعض الشراح أن من معانيه أن الإنسان لو أخذت منه بعض حسناته كأن تكون قد اغتبت أحدا أو آذيته فيأخذ يوم القيامة من حسناتك قالوا فإن الصوم هو العمل الوحيد الذي لا يؤخذ منه لغيرك لأن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزيبه صلى الله عليه وسلم يقبل